إذن اليوم انتهت الأجل القانونية لإداع قوائم الترشيحات الخاصة بالتشكيلات السياسية لم نتحدث فقط باختصار عن المادة لتوصبع من قانون الانتخابات التي تعتبر عقبة للعديد من التشكيلات السياسية ليست عقبة أنا أظن أنه أي قانون أي مادة هي لتنظيم العملية السياسية بمعنى أن هذه المادة جاءت حتى تعيد الاعتبار إلى الانتخابات المحلية أو الانتخابات باستفاعمة بحيث أن الحزب أو التنظيم الذي لم يتحصل على نسبة 4% ما يستطعش أن يترشح وإذا أراد أن يترشح على الأقل أن يكون عنده عشر منتخبين داخل البلدية أو يستطيع أن يجذب أصوات عمضاءات على كل مقعد بنسبة معينة سواء 50 عمضاء أو غير ذلك وبالتالي أنا أظن أن هذه المادة جاءت لإعاقة العملية السياسية جاءت لتنظيف وتنظيم العملية السياسية بحيث أن تترك الأحزاب التي لها قدرة ولها تجربة ولها تخبرة ولها كفاءة ولها إمكانات حتى تترشح وحتى تقوم بالحملة الانتخابية وتستطيع على الأقل أن تتصل بكل المواطنين على مستوى البلدية أو الدائرة الانتخابية جيد طيب خلينا نشوف عينة من باتنا التي انتهت اليوم أجل التصديق على استمارات الترشح للقوائم الحرة وللمترشحين في الأحزاب التي لا تحوز عن نسبة أربعة بالمئة إن شهدت مدومة بلدية الوطن تسبقا من طرف المرشحي لاستكمال ما تبقى له من استمارات وأغلقت المدومات في البلدية أبوابها منتصف ليلة الأحد تلفزيون النهار انتقل لمدومة بلدية بتنا الاستطلاع أجواء الساعة الأخيرة قبل انتهاء الأجار في الميكروفون ساعة حريقة كما أن جميع النواب والمندوبين رحمك في أمكنهم كل ما يرد إلينا الآن من قوائم انتخابية سواء كانت للأحزاب التي لم تتحصل على ربعة في المياه في الانتخابات الأخيرة أو القوائم الحرة نحن رانا تحت أمرهم إلى غاية الثانية عشر ليلة من أجل المصدق على الاستمارات الانتخابية نحن هنا نواب رئيس الشعبي البلدي تبتنا في مداومة إلى غاية منتصف الليل تحسبا لقدوم وحضور المترشحين الانتخابات المحلية لقصد المصادقة على الاستماراتين الاكتتابات الفرضية التوقعات الفرضية واستمارات الترشح أما في غليزان فسخرت بلدية ولد سيدي ميهوب كل الإمكانيات للتصديق على استمارات المترشحين بشكل سريع خاصة رغم أن المداومة لم تعرف إداع مترشحي الاستمارات من أجل تصديق عليها تفاصيل في الميكروفون حمزة زروقي نحن متواجدون بالمكتب بما في ذالما رئيس مكتب الانتخابات والمكلب بالإعلام الآلي وتم تثبيت التطبيقة الخاصة المتعلقة بمراقبة استمارات اكتتاب التوقعات والحد الآن نرى أن المكتب مفتوح إلى غاية متأصف الليل ومع أن نحتل لحد الآن ما عندنا شتى أي استمار نعود إلى أستاذ عبدالزاق ساغور قبل أقل من 15 ساعة من إغلاق المجال لتقديم الأحزاب لقوائم ترشحات الانتخابات المحلية هل تعتبر هذه الفترة هي التي يتناور فيها الأحزاب لإضافة أسماء تقيلة أو أسماء تحدى بثقة المواطن؟ لا أظن لأننا لدينا تصنيف في أحزاب هناك الأحزاب الكبرى أو الأحزاب الوطنية التي تشمل الوطن المعروفة كي نعاولي على الأقل خمس أحزاب بإمكانها تغطي التراب الوطني هناك الأحزاب التي توصلنا في المرتبة الثانية وهي التي ممكن تكون على مستوى جهوي أو على مستوى محدد فيها دوائر تقدر تغطيها وفيها دوائر لا وهناك الأحزاب التي جدوا محلية بإمكانها أن تكون على المستوى المحلي محلي فقط بالضبط بالتالي الآن الآن ليست العملية تكمن في الأشخاص أكيد أن الأشخاص والذين يؤثرون ربما في العملية السياسية يكونون في الأحزاب الكبيرة لأن الأحزاب الكبيرة الآن نعرف أنها استحوذت تاريخيا على ربما المناظرين اللي عندهم باع في السياسة على الناس اللي عندهم موارد على الناس اللي عندهم إمكانات إذن تبقى يعني عموم ما فيش مفاجآت في مثل هكذا عملية في الجزائر الآن عندنا تجربة كل أربع سنوات فيها انتخابات وبالتالي الآن الجزائرين متعودين عارفين الآن السؤال المطروح الحقيقة هل تستطيع هذه البلديات أو المنتخبون المستقبلين أن يقوموا ما هو الإضافة اللي رح يقوموا بها هل فيه إمكانات جديدة هل فيه مستوى جديد لأنه مع السياق هل يتسيبون ثقة المواطن بعد ما بالضبط السياق الحالي والوضع الراهن والقضايا السياسية الكبيرة والمشاكل الاقتصادية والمالية كلها سوف تؤثر على دور المحليات في المستقبل بالنسبة للانتخابات المحلية ما طبيعة تحلفات التي يمكن أن تكون بين الأحزاب على المستوى المحلي هل يحكمها طبع الموالات والمعارضة أم فقط تقتدي خصصة المنطقة لا خصوصية المنطقة أكيد أن لها دور كبير لأنه نحن نعلم أنه ما زال هناك بعض العثار تعالى العشائرية تعالى القبالية تعالى الولائية تعالى الانتماء وبالتالي هذه كلها تلعب دور يبقى أنه التحالفات السياسية لا أعتقد أنها تكون هي ما بعد الانتخابات ليست قبلية ولكن بعدية بعد الانتخابات تكون التحالفات عندما ينجحوا والحزب اللي عنده نسبة معينة يحاول أنه يغطيها أو يقويها أو يكملها مع تنظيم سياسي آخر يختار معه ويتحالف معه ويأتلف معه إذن الآن ليس هناك تحالفات سياسية قبل الانتخابات وإنما سوف تكون بعد الانتخابات جيد بما أنك قلت أنه كل شيء لازم يكون بعد الانتخابات المواطن دايما يشكي أنه بعد الانتخابات لا تكون متابعة للمشاريع المحلية كما تعلم هل يعي المواطن أنه خلال الانتخابات المقبلة يستطيع أن يعاقب هذا المنتخبين لا هو الدور البلدية ما هو دور البلدية دور البلدية عندها تلعب الدور الأول الدور الإداري الذي هو توفير مستحقات المواطن إداريا معناها شهادات الميلاد والوفاة وجوى الصفر وكل الوسائل هذه البلدية في هذا الدور إذن لا أعتقد أن البلدية في الجزائر يقصرون في هذا العمل لأنهم يقوبون بها بمعنى أنه عمل روتينيوي العامل الثاني هو أربما البلدية تقوم بدور الثاني هو قضية التنظيف وقضية الوسائل هذه القضية إذن أعتقد أنها إلى حد ما تقوم بها العامل الثالث وهو عامل التنمية التنمية ليست من اختصاص إلى حد الآن هل البلدية عندها إمكانية التنمية؟ هل البلدية عندها إمكانية الاستثمار؟ هل البلدية عندها إمكانية توفر ظروف وشروط إلى المواطنين؟ إذن حسب المناطق وحسب موقع البلدية إذن الآن البلدية هي تقوم بتوزيع ربما بناءات ريفية وسكانية وهذه التي تكون خاصة في الريف بالنسبة للمدن الكبرى نحن نعلم أنه الآن ما هو دور البلدية ربما دور التحاص بحضائل جدا لأنه كل الصيغ تقديم السكانات وتعتوفر أمور الاجتماعية خرج عن إطار البلدية تتم بطريقة أخرى إذن الآن ندخل في إطار أنه البلدية هي مؤسسة سياسية اجتمائية ثقافية تشرف على إدارة شؤون المنطقة بحليا بمعنى توفير التنفيئة المدارس المؤسسة التربوية البناغوجية وبصحات إكترا وهذا هو الدور الوحيد التي تقدر تقوم به بالتالي المواطن لا أظن أنه عنده إمكانات أنه يضغط أو يحتج ويطعن فيه أمور البلدية لكن المواطن يجب أن يدرك أنه باستطاعته هو تحديد الشخص الذي سيسير بلديته أم سيقوم بالمقاطعة مرة أخرى لا 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 بالنسبة هل هناك وعي عند المواطن أكيد أكيد لا لازم نفرق دائما بين الانتخابات الوطنية وبين الانتخابات المحلية الانتخابات المحلية تدخل فيها عوامل أخرى العامل الأول يدخل فيها هو عامل كما قلت العامل المواطن الرشحين هل عندهم امتداد داخل المجتمع داخل المجتمع داخل البلد بمعنى إذا رشحتي مجموعة لي عندهم ذاع معروفين وعندهم إمكانات وربما أكفاء شخصية تثق فيها المواطن لا وحتى ماشي قضية ثقة حتى قضية عائلة لما تكون عائلة فيها ثلاث نسابة وعائلة فيها خشرة نسابات لما ترشحي واحد كفاء ومن عائلة صغيرة جدا واحد ربما أقل كفاء أو لكن من عائلة كبيرة جدا أو ينتمي إلى قبيلة كبيرة ربما التي تضغى دائما على الكفاءات إلى حد ما نعم لأن الولاءات تتم طيبا عن طريق علاقات ربما أحيانا ليست علاقات مدنية لأننا لم نصل بعد إلى المستوى الحضاري الكبير الذي نفرق به ونتعامل مدنيين ولكن نازلنا نتعامله بطريقة تقليدية ونسميها ربما نعود بها دائما إلى الولاءات منقولش العشائرية أو القابلية ولكن الولاءات المجتمعاتية أو الاجتماعية داخل المنطقة سوسيولوجيا على الأقل جيد طيب الدولة كما تعلم تراهن هذه المرة على البلديات لخلق الثروة وتمويل نفسها بنفسها عن طريق استحداث مشاريع جديدة لكن كيف يستطيع هذه الرؤساء البلديات تحقيق هذا وهم متابعين معرضين لمتابعة قضائية نظرا لطبيعة القوانين لموجودة لا أظن أنهم هم بريئين حتى تثبت إدارتهم بمعنى أنهم سيقوموا بالأعمال تحهم حسب القانون والذي يعمل في إطار القانون عمره ما يخاف بمعنى أنه سيعملوا في إطار القوانين المعمول بها إشرافوا مع العملية التنمية داخل بلدياتهم نحن نعلم أن الأربامة الإشكال الأكبر في الجزائر اللي هو مطروح وهو كيفية تحصيل الضرائب وخاصة من القطاع الموازي هذا القطاع الموازي تاريخيا كان عندنا الأسواق وعندنا المكاس وعندنا الناس اللي تقدر البلديات يستأجروا يكريوا الأسواق يكريوا الحمامات يكريوا مجموعة من الأمور اللي تعد عندهم مداخل ولي تساعدهم في عملية تلبية احتياجات معينة إذن اليوم نظن بأنه حال الوقت باشي البلديات عود إلى حنا ما اختار عناش بلدية البلديات موجودة في العالم كله والدول المتقدمة فيها بلديات هذه البلديات كيفاش تشتغل كيفاش توظف كيفاش تعمل احنا الآن لازم نعود إلى هذا المستوى من المواصفات التي تكون على الأقل فيها إضافة إلى المواطن وإلى الوطن نحن للوزر الداخلية والجماعات المحلية واتهي العمرانية نوردين بدوي الذي عقد خلال الأسبوع الماضي ثلاثة اجتماعات في إطار اللقاءات الدورية التي تهدف إلى الاطلاع لمدى تطبيق ورقة طريقة الوزارة ومتابعة لجان المنصبة منذ بداية السنة حيث اجتمع الوزر بكل من أعضاء لجنة الانتخابات المحلية لجنة الجباية المحلية لجنة موسم الاستياف لجنة النظافة والبيئة لجنة الديمقراطية التشاركية بالإضافة إلى كل من لجنة النقل والإطعم المدرسي ولجنة العصرنة وتسهيل الخدمات خلال الاجتماعات شدد نوردين بدوي على ضرورة بدل كل لجنة لأقصى مجهوداتها حيث دع لجنة الانتخابات المحلية إلى الاعتزام بالحياد والصهر على أن تكون الانتخابات المقبلة لبنى حقيقية تضاف إلى الديمقراطية في البلاد دعيا إياها تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة كما تحدث أيضا نوردين بدوي أيضا عن إجراءات العصرنة التي أدخلت على القطاع لخدمة صالح العام وأكدا أنه رغم كل ما تحقق فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز ابو تفريقا غير راضي بالكامل بما قامت به الوزراء وهو ما يعتبر حسب الوزير تحدي جديد لبدل مجهودات أكبر إذن أستاذ عبد الرزاق ساغور أهلا تفضل تعليقك على شكال الوزر لا يظهر أن الوزير ما جاءش بشية جديدة هو دائما في نفس الإطار أن الدولة تحاول دائما أن تطمئن الطبقة السياسية تطمئن الفائلين السياسيين من أحزاب والتنظيمات ومترشحين بأن الإدارة سوف تكون حيادية بأن الحياد هو صيفة الدولة في الظرف هذا أو في هذه الاتخابات المقبلة إذن محاولة لإضفاء طابع مصدقية للانتخابات بأن الدولة بائدة تماما عن خيارات الشعب بمعنى أن الشعب هو الذي له اختيارات وخيارات المترشحين تأوه إذن الوزير لم يأتي أعتقد أنه أراد أن يؤكد مرة أخرى بأن الدولة وعلى مستوى أنها تراقب في الوضع وأنها مهتمة بهذه العملية وتريد نجاحها بطائقة جيدة لذا اليوم هو يطمئن كما أكد على الاتزام بالحياد والسهر على أن تكون الانتخابات المقبلة لابنى حقية تضاف إلى الديمقراطية هذا ما تسعى إليها الدولة بالضبط هذا ما كنت أقوله بأنه يؤكد بأن الإدارة ستكون بعيدة عن الأمليات مع أنها توفر الشروط ولكنها لا تدخل في الأختيارات وفي الخيارات لذا لو تم العملية بهذه المنطقة بأنها أننا نحقق مكسب جديد وإنجاز جديد في بناء ربما إلى حد ما ديمقراطي شكرا جزيلا لك أستاذ عبدالزاق ساغورك تمانا شكرا جزيلا لك